موسيقى ثلاثة ايام فقط تفصل العاصمة عن مهرجانها التاريخي والثقافي والسياحي قصر الحصن مجد وطن حينها سيكون الالاف من زوار امارة ابو ظبي خلال الفترة بين الثامن والعشرين من فبراير وحتى التاسع من مارس على موعد فريد مع احتفالية غير مسبوقة تجمع تحت مظلتها سلسلة من الفعاليات والانشطة المصاحبة نعم الموقع هو قصر الحصن في ابو ظبي الذي يقع في قلب العاصمة ابو ظبي في موقع متميز يحيط به العديد من المرافق السياحية والخدمية المختلفة مكتوم محمد والتفاصيل هنا بين الشوارع والمحال المتعددة وسط الاحياء السكنية والمراكز التجارية يقف قصر الحصن شامخا كشاهد على النمو العمراني والتغير السريع الذي شهدته العاصمة ابو ظبي موقع قصر الحصن منذ انشائه في منتصف القرن الثامن عشر مثل اهمية بارزة كونه قريبا من البحر حيث خط الملاحة البحرية الذي يربط ابو ظبي بالعالم وتزايد حركة السفن التجارية كما ان البحر مثل مصدر رزق الرئيس اعتمدت عليه قبائل بنياس في تلك الفترة وكذلك هو الحال اليوم فالقصر يحتل موقعا استراتيجيا في قلب العاصمة ابو ظبي فمنطقة الخالدية التي تحيط به تعد من المناطق الحيوية وتضم اهم المراكز والمحال التجارية والمرافق السياحية والاسواق مثل السوق المركزي الذي يتميز بتصميمه المعماري ويعد من اكثر نقاط الجذب السياحي ومقصدا للتسوق والترفيه لما يحويه من محال متنوعة ومطاعم ومقاه قصر الحصن يقع بالقرب من عدد من الدوائر الحكومية والخدمية كما انه على بعد مئات الامتار من شاطئ كورنيش ابو ظبي الذي يتوافد اليه السياح سنويا من مختلف انحاء العالم ويبقى قصر الحصن منارة مشعة بعبق التاريخ تبث خيوطها بين المباني الحديثة والشاهقة المحيطة به فمن هنا كانت البداية لقصة ارادة وتصميم ونجاح تروى تفاصيلها للاجيال القادمة قصر الحصن اقدم بناء تاريخي في مدينة ابو ظبي يقع في قلب العاصمة بالقرب من العديد من المرافق الحيوية والمراكز التجارية لقناة ابو ظبي مكتو محمد ابو ظبي موسيقى ولمزيد عن قصر الحصن والاحتفالية الكبرى التي ستقام بعد أيام قليلة عن هذا الصرح التاريخي الشامخ ينظم إلينا في استوديو علوم الدار السيد سعيد بن كراز لمهيري من هيئة ابو ظبي للسياحة والثقافة سيد سعيد حياك الله ودعنا بداية نقف عند المعاني والدلالات التي يجسدها هذا القصر باعتباره حارس لتاريخ العاصمة ابو ظبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحقيقة هو المبنى هذا العظيم يجسد تاريخ ابو ظبي من خلال أسرة آلنهيان والتاريخ الغديم لهذه الأسرة طبعاً يرزع تاريخهم إلى أكثر من 500 سنة لكن المبنى هذا هو جزء من هذا التاريخ بدأ من عام 1761 وبدأت تطور في هذا القصر إلى يومنا هذا دلالاته كبيرة هو أنه يحتوي في طياته تاريخ العائلة وتاريخ ابو ظبي لأنه مهم بالنسبة لابو ظبي والإمارات ككل انطلقت منه شرارة الاتحاد وانطلقت منه رؤية المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه في لم الإماراتيين تحت راية الاتحاد وهذا هو مغزى هذا القصر الاهتمام فيه اليوم هو يعني ينصب على أن هذا تاريخنا تاريخ قديمي لابدنا نحافظ عليه وهو رسالة لكل العالم أننا عندنا تاريخ وعندنا مجد راسخ في الوطن لابد أن نهتم فيه ونوصل هذه المعلومات وهذا التاريخ إلى الأجيال القادمة حتى يكون عندهم خلفية عن تاريخهم منهم وين أتوا الناس تعتبر أن دولة الإمارات هي قايمة من 40 سنة بالعكس الإماراتيين لهم تاريخ طويل في هذه المنطقة يرجع تاريخهم إلى أكثر من 800 سنة وهناك وثائق تدل على هذه الكلام اللي أنا أقوله يعني أن هناك تاريخ لابد أن نحن نضعه في قالب يفهمه الصغير والكبير حتى يكون عارفين وين تاريخ وينهم بين الدول نعم أخي سعيد طبعا أشرت إلى الدلالات والقيمة التاريخية لهذا الصرح الشامق قصر الحصن ويضا نتحدث بأن هناك رسالة سامية لدولة الإمارات العربية المتحدة ستوجهها إلى العالم أجمع بين الإمارات التاريخ وحضارة ومجد تفتخر به نتحدث عن الحصن من أروقته الداخلية ما الذي تغير فيه وماذا سيكون مستقبلا إن شاء الله طبعا الحصن مر بمراحل بناء مختلفة حسب الشخص الذين عاشوا في قصر الحصن طبعا بداية بالبرج الأول اللي بناه ذياب بن عيسى سنة 1761 وبعدين القلاع الموجودة في القصر الصغير هذا هناك قلاع مختلفة القلعة الأولى القلعة الثانية الثالثة كل شخص من آل نهيان بنى هذه القلاع ولها تاريخ موثق وموجود طبعا التوسعة الكبيرة اللي حننشوفها الآن هي توسعة المغفور للشيخ شخبوت بن سلطان سنة 1939 يعني في الأربعينات وبدأ بتكبير مساحة القصر وقرف القصر وهذا بعدين في 1966 انتغل الحكم إلى الشيخ زايد وشيخ زايد طبعا دخل بعض التعديلات في القصر لكن قام وأزاحل هذه التعديلات لأنها بنيت على أساس أنها من الأشمينة وكذا ما تناسب قيمته التاريخية لأن المواد المبنائي منها مواد خاصة في القلاع القديمة يعني سلوب البناء واحتفظ بشكلها القديم التاريخي واحتفظ بشكلها القديم سلم كلها في سنة 68 تحول إلى أن يجمع الأرشيف الوطني في هذا المبناء وظل هذا المبناء يخدم إلى 2000-2001-2002 وانتقل الأرشيف الوطني إلى مبناء الموجود حاليا تاريخ القصر مهم أننا نحن نحافظ عليه نعيد تهيله حتى يكون الزوار للسسمة التركيز على تاريخ العائلة عائلة نهيان القديم والحديث ومواصلة الجود سيد سعيد بن كرازلم هيري من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات الوافية عن القصر طبعا في النهاية نقول مهرجان قصر الحصن حدث غير عادي وهو فريد من نوعه لأنه يحتفي بأبوظبي الأمس وأبوظبي اليوم في آن واحد ترجمة نانسي قنقر